نقش محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير مع نائب رئيس جامعة شبوة للشؤون الأكاديمية دكتور محسن بحاج ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور خالد سريع وعدد من ممثلين عن نقابة الهيئة التعليمية بالجامعة نقش السبل والاجراءات الكفيلة بمعالجة مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البالغ عددهم 289 عضوا وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل ضمان استمرار عمل الجامعة والتعاون المشترك لتدليل ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجهها منوها إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها الجامعة في حياة المحافظة والتي تتيح لهم فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي الجامعي في عدد من التخصصات العلمية مؤكدا دعم قيادة المحافظة للجامعة بحسب الإمكانيات المتاحة وبما يؤمن استمرار الجامعة في عملها ونشاطها التعليمي دون توقف